اه بنكمل مع بعضك هيا سئلة وصلنا لسؤال واحد وخمسين بيقول لك يبقى اه جاي لك كده وبيقول لك اه اطبع هذا الشيت سهلا قوي وما حدلكش كمان ايه شروط يعني 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 لك اطبعه وخلص فانت بتيجي كده بتيجي تقول تختار امر طبعه ويتأكد ان هو اكتف الشيت الشيت الناشط ماشي ممكن لك اه معلم على كده لو دي هيتبع لك بكله او سيليكشن هيتبع لك الجوز اللي هو محدده لأ انت عايز يتبع الشيت كله فبتيجي تبقى اكتف الشيت وتقول له ايه وتقول له اوكي ماشي يا جماعة بس اولي بعد كده نجملك الشيت برضو نفس الحوار استخدم اه الكليك اللي هو الضغط بالماوس والسحب عشان تحدد مدى من الخلايا من اول ايه لسي ست اه ايه لو ضروري ايه انا بقول له لو عايز تعيد ممكن تعيد عادي مشوش كده واو من خاص تحديد دوس على ايه على صبت ازاي يا جماعة نحدد طبعا سهل جدا نقول تقبل كده ان انا بروح على اول خلايا وقال عليها وليكم مسلا ايه وان بقى فيها لحد مسلا سي ست اهو بقعد ماشي ببس بقى يعني امشي من تحت امشي تحت كده وبعد روحي مين لحد مقالي بصبت لحد بلقى سي ست اهو هيدا الخلايا طب تعرفت مين ان انت تحديدك صح تشوف كده اول خلايا توقفت فيها ادي هي ايه وان وتشوف اخر خلايا على مين هتلاقي سي ست يوم بصبت ماشي جبعة استقالي بعد جد اه بيقول لك اه اه من دي كده شوية كلمات اللي هي اه بقول لك يبقى لو احنا سحبنا اه ماشي سحبنا لفوق الخلية بي ثلاثة يعني هو وقف في بي خمسة وعايز سحبها بي ثلاثة اه هينقل ايه في بي ثلاثة طبعما يا جماعة نص يبقى هيعمل قبل للنص يعني هو وقف في بي خمسة اما ديك تسحب الملعامة دي تسحب لفوق كده حد بي ثلاثة هيكتب برضو بنز هي الارقام الارقام بيكتبها وبيخلاها سلسلة لكن ده بينسخ هنا بنز هيطلع فوق هينزل تحت هيكتب برضو ايه بنز سؤال لي بعد كده اه بقول لك بقول لك بقول لك اي تنين من اللي جايين دول هيحسب المقدار المتبقي عشان يصرفه شهر المارس في المارش ده اهو مارش دي مكتوب اسمها يعني المصاريف هنا انكم الدخل المفروض الجزء المتبقي اللي ينصرف هو عبارة عن ايه عبارة عن دخل نقص مصاريف ازاي موظف بيدخل له في الشهر الف جنيه بيصرف خمسمائة جنيه يبقى الزيادة قدي بقى او المتبقى لو قديه الف نقص خمسمائة الف ده اللي هو الانكم اللي هو الدخل الخمسمائة دول اللي هو ما الخمسمائة تانين ده الباقي بقى المصاريف ماسي؟ فهو مكتوب هنا كده هنا هنا اتنين كده هنا اتنين كنا يا جماعة فبينما لايه بقى كده؟ احنا الوقت وقافين في الخلية دي سردين دي تلترتاشر ماشي؟ عايزين نحسب بقى ايه؟ اه اللي هو اه الوفر اللي عنده او المبلغ المتوقع يبقي المفوعود هنقل له ناقص التوطل بتاع ما اجمال الدخل ناقص اجمال المصاريف من اجمال الدخل في شهر المالس آهو الخلية اسمها دي اتناشر من اجمال الدخل بتاع اجمال المصاريف بتاع شهر المالس دي تمانية يبقي المف Hochto pięck يبقي المفروض بقى نقول له المعادلة يعني بتساوي تساوي ايه دي اتناشر ناقص دي تمانية yearlyf اذا هو. طب هو قال لك انا عايز اتنين. عايز كمان حالة تاني. سهلة جدا. هتقول له مجموعة الخليتين دول. مجموعة الاربع خليتين دول. ليه عام؟ لان دول مجموعة الدخل اللي جاء في شهر ايه ماسي. ودول مجموعة المصاريف اللي جاءت له في شهر ايه ماسي. بقيم فتقول ايه؟ تقول له بتساوي. سم. سم ايه؟ سم من دي عشرة لدي احداشر. ناقص سم من دي اربعة الى دي كام دي سبعة. ايه يا جمعة. اقول له كده. اه بتساوي سم. سبعة صح. بتساوي سم من دي عشرة ايوة دي احداشر. ناقص سم من دي اربعة لدي ايه سبعة. يبقى الاجابة الاخيرة والاجابة ايه? التانية. السؤال اللي بعد كده. اه بيقول لك اعمل اص للمنطقة المحددة ديات. اعمل لها لسق الخلية اي واحد. اه في الشيت اللي اسمه اه كاترسية. انت اسورك بوك. تعال بص كده. واللي يكن عايز عايز نعمل قط لدول اه ما حدهم هو. كليك ايمين قط. عايز يحطهم بقى في الشيت تاني اهو. انا وقف في الشيت تاني اهو. وقف الخلية اي وان. واقول له بست. يبقى نوسع بقى لخلية عشان تقالي مزبوضة. اه. يبقى كده ايه? يبقى كده هو عمل اه قط للجزء محدد او رينج من الخلية من شيت معين الى شيت ايه? الى شيت اخر. السؤال اللي بعد كده. اه كيبلك كده شيت. يقول لك استخدم استخدم اداة البحث. عشان اه تبحث عن الاسم. اه كيم براون ان زيس فوركشيت. سهل جدا. يعني الوقت واقف في شيت اهو. عايز ابحث عن اسم معين او ابحث عن حاجة معينة. بعمل ايه? بروح لخيمة اختار الامر. اهو. واكتب ايه اللي انا عايز بقى. ايه اسم اللي انا عايز بقى كيم مسلا براون. حسب ما يقول لك يعني شوفه قدامك واكتب ايه كده. وباجي على ايه? find next. ماشي يا جماعة? اهو. السؤال اللي بعد كده. طبعا ما عليكش ولا بدل ولا بتبدلش. قال لك استخدم اداة البحث بس. تمام? سؤال اللي بعد كده. نجاب لك شيء برضو كده. بقول لك ايه? copy the entire trees. انسخ الشيت اللي اسمه تريز اللي هو ده. من هذا الابوك انتو زا كونتراكتس وورك بوك. الورك بوك تاني. so that افتر شيء وان. عشان يتعرض بعد شيء الاول. طبعا هنستقول لك قبل كده بس قبل كده خدناه بموف. انا عايزا ان شيء من بوك لبوك تاني. افتح كده واحد جديد. اه عند جماعة اتنين بوك اهو. واحد اسمه وواحد اسمه بوك وان. عايزا ان الشيت ده. الشيت تادوات. من هنا اوديه لبوك تاني. اعملي. بجع الشيت ده كده. واقول له move or copy. هنا في السؤال ده قال لك قبل. يبقى لازم تعلم على كريد اقابل. تمام? لترى ايه? على كريد اقابل. وتختار من هنا اسم الورك بوك التاني. اللي هو لكم ده. طيب انت عايزا عايزه بعد الشيت الاولاني. يبقى المفروض بين الاول والتاني صح? يبقى نيجي before sheet. تو اهو. وقول له ايه? اهو بسطة اه? اهو. بعد شيت الاولاني. جاب الشيت ايه? جاب الشيت التالي. اللي هو جابيه من من مورك بوك التاني. ماشا جماعة? لو قال لك خليه اخر واحد بتقول له move to end. يجيبه انهو. قال لك بعد الشيت الاولاني يبقى بتختار بين الاولاني وبين التاني. انتفقنا? السؤال اللي بعد كده. جايب لك كده اه sheet. عايز يبقى بيقول لك اه change the alignment. غير المحاذاة. العنوان المتحدد. اللي هو اسمه projected earnings. عشان يبقى فيه المنتصف هورزين تالي. افقيا. عايز يخلي العنوان ده. يبقى متوسطا وفقيا. اه اه خلال الاعمدة بي و سي و دي. بنعمل ايه? ولكن كده مسلا. عندنا يا جماعة كده. هذا الجزء بسلا. نعمل اي حاجة كده. وهنا اي حاجة كده. ولكن الجزء ده. عساني خليه متوسطا وفقيا عالاعمدة اي و بي و سي. بنيجي عليهم ونقول له. ونروع على المحاذاة. وقال لك ايه بقى? قال لك خليه اه اه سنترد هورزين تالي. يبقى دي هورزين تالي. وتعام اختار هنا كده. اختار ايه? بس. قول له اوكي. ساعات يقول لك ايه? سنترد فيرتيكالي رأسيا. بتيجي علي وتختار سنتر. بتقول له ايه? اوكي. ماشي جماعة? هطلعز اهو ان بقى في المنتصف اهو. وفقيا. ماشي? سؤالي بعد كده. اه بيقول لك اه افزا فورميولا بي سيفن. اه ان ان بي سيفن. لو المعادلة في الخلية بي سبعة. از قابلتو سيل دي تمانية. اتنسخت للخلية اه دي تمانية. اه اه انزا فورميولا بار وين دي سبعة السلية. بص كده. هوا دلوقتي يوقف في الخلية اللي هي بي سبعة. بص كده شوية الصيغة. بتساوي مجموعة. من بي سري ل بي فايف ناقص بي ست. وعايز ايه بقى? هو عايز المعادلة ديت يمشي ينسخ كده لحد الخلية دي سبعة. بيقول لك بقى هيبقى شكلها ايه? هنا. هيبقى شكلها ايه? هنا. ايه مشكلة اجمعها? هنا هنا المعادلة عشان ما في العمود بي? بي تلاتة. نقص بي اه بي من بي تلاتة الى بي خمسة نقص بي ستة. هنا يكون شكلها ايه? غير بي خلها دي. هيبقى هيساوي برضو. دي تلاتة الى دي خمسة نقص دي ستة. فين دي ايه? دي تلاتة اقص دي خمسة اقص دي. اقص بيقول لك جات ازاي? جات ازاي يا ريس. بص ما هو عشان يوقف الخلية بي يبقى بيحسب اه على العمود بي. لو هو نفس المعادلة والاله للعمود دي. يبقى هي هي نفس المعادلة بس يقال لبي خلها ايه? خلها دي. طب لو قلك هنا في في السي هيبقى بتساوي سام ها سي تلاتة الى سي خمسة نقص دي ستة. تمام? سؤالي بعد كده. اي بقول لك ولا اي معادلة? انترد انتو بي تن. هندخلها في الخلية. بي عشرة. وتفايند زا هيفيست. اه. طبما قالك زا هيفيست. اه. زا جريتست. اه. زا هايست. اكبر اعظم. الحاجات دي كلها يبقى دليت الماكسة على طول. دليت الحد الاقصى. عايز يحسب اكبر اه كمية مطر خلية السبعة تي ايه. اللي في الخلية دي. هقول له بتساوي ايه? طبعا السبعة تي ايه هم من اول اه منديل حد سندي. هقول له ايه? هقول له بتساوي. هم? الحد الاقصى اللي هي ايه? بتساوي ماكس. افتح قوس. الخلية من بي سري الى بي ايه? ايه. ما تساوي ماكس من بي سري. اللي هي فيل بتساوي. اه ماكس من بي سري. خد بالك. هو كتب لك هاي نفس صغي. بس خد بالك. الدلقة بتكتب قبل قوس. مش جوه قوس. تفاهم ليه? يعني المعادلة هي الشكل الصحة بتاعه. بي ساوي ماكس. افتح قوس. من بي سري الى بي كام الى بي تسعة. استوالي بعد كده. اه تقريبا النفس اللي فيه برضو. اهو. ما حدد لك خلايا. بسألك هي بقى. طيب افرميولا. اكتب معادلة. انتو سيل اف تمانية. بالخلية اف تمانية اللي هي دي. اه يوزينج زي ابروبريت فانشن. اه مستخدما فيها. اتدلق المناسبة. تو كالكوليت زي جريتست. من شوية لك هيفيست. الوقت لك جريتست برضو. جريتست. اه هيفيست. ماشي. هايست. كلها بتساوي دلة الماكس. اهو. اه بقى. من اول اف خمسة لحد اف كام لحد اف سبعة. ماشي يا جماعة. وبعد طبعا ما اكتبها تعمل ايه انتر. استوالي بعد كده. بقول لك. اه. اه هو وقف الخلية ايه تمانية. اليادي. بقول لك اف زي انتر كي. ووز بيزد. لو احنا ضغطنا على مفتاح انتر. تو اكسبت زي فورميولا. عشان نقبل المعادلة. انسيل ايه تمانية. في الخلية ايه تمانية. واتود ابير انزل سيل. الا هيظهر في الخليلية. تعال نشوف كده نروح عندها ونشوف ايه الحوار. اذا الخلية ايه تمانية اهو. قال لك بتساوي اه بيه تمانية. ناس ديه تمانية. هو ايه اللي بيه تمانية? ادي بيه تمانية. اه كلمة فوريكاست. فوريكاست. ليه نشرة جوية. يعني بعمل معادلة فيها نص. نص ناقص رقم. لا ينفعش يا جماعة. لا ينفعش. هنطرح نص من رقم. او ندخل تيكست في معادلة حسابية. ايه ما في المعادلة حسابية. بتوين نامبرز بالارقام. يبقى نص رقم ناقص رقم مش هينفع. يبقى هديك طبعا ارور ميسج. هتديك ريسالة خطأ. اسمها ايه بقى سيخاطي بقى? ها? باليو. قيمة. قيمة خطأ. لان هو بيطرح تيكست ناس ايه? ناقص نامبر. وديتوان كلمة مينفعش.